عبد قدوس فراجي مستشار قانوني في الهجرة للديار الكندية. فالآن توجه العام في الحكومة الكندية هو استقدام يعني مهاجرين عن طريق عقود عمل. اغلبية الاغلبية اللي كي يمكن لهم يمروا من هذا البرنامج. هذا هم الناس اللي عندهم شواهد يعني جامعية. اذا على الاقل تقريبا واحد لليسونس يعني اللي كي يسموها في كندا الباشور. طبعا خاصة تكون واحد تجربة ديال العمل لحد الادنى هو سنة. ففعلا كنا محتاجين لحامين دي سودوغ. يحتاجنا دي زي الكترو ميكانيسيان. يحتاجنا دي ماشينيست. يعني الناس اللي كي يدلوا لفابريكاسيو ميكانيك. عقود العمل اللي كتمنح من طرف الشركات يعني الكندية. ممنوع قانونيا ان العامل مثلا اللي غدي يتقدم بترشيح دياله لهد العمل ممنوع قانونيا ان المستشار القانوني او الشركات قادة ما عندو شي مبلغ معي. اللي كي تم الاختيار دياله تلبيه دياله ما غديش يخلصه. اذا الشركة هي اللي كتتكلف بجميع المصاريف. لاغناك او نوع من الاحتيال يعني كتكتوهم للناس ان عندهم واحد الفرصة ديال العمل في كندا. وكتاخد منهم يعني واحد المبلغ مالي. علما انك يعني في قرارة نفسك انت عارف ان مرمشي كلهم غدي يتكارو. اشتركوا في القناة